اتقلت السلطات الليبية امام مسجد يدعى ابو حفص وبعد التحقيقات المطولة معه تبين انه يحمل الجنسية الاسرائيلية والمتهم يحمل لقبا مزيفا واسمه الحقيقي هو بن يمين افرايم ويخدم في فرقة المستعربين التابعة لجهاز الموساد المتخصص بالتجسس على الدول العربية والاسلامية وقد اشارت السلطات الليبية الى ان الجاسوس نجح في دخول تنظيم داعش الارهابي وانتقل معهم الى بنغازي وهناك استطاع التغلغل في المجتمع واصبح اماما لاحد المساجد وكتبت صحيفة البياس الاسبانية ان الغريبة في الامر ان ابو حفص تطور بسرعة في مهمته من عنصر عدي الى امام مسجد الى تكوين جماعة مسلحة داعشية مستقلة من مئتي مقاتل وظل يحاول اختراق الحدود مع مصر بل وكانت جماعة ابو حفص من الجماعات الاكثر دموية في ليبيا والتي هددت بنقل الحرب الى الدخل المصري تحت شعار الحرب على مصر وتحريرها بحسب الصحيفة الاسبانية اشتركوا في القناة المترجم للقناة